السلام عليكم ورحمة الله فيديو جديد على قناتكم بيت ام ريان كانت مني يلقاكم هذا الفيديو بأفضل الأحوال اليوم سنشارك معكم هذا البلاتو ديال حلويات بدون فرن و بريستيج كيجي وراقي والحلويات في منتهى السهولة و مكونات بسيطة جدا فاندوزوا بسم الله و بركة الله المقادير و المكونات اللي غادي نحتاج نصليوا على رسولنا الكريم و على أله و صاحبه أجمعين عندي هنا 500 جرام ديالكوكا كما اخذت هذا الحمر هذا و حمرته و نقيته المهم بعد ما نقيته من ذلك القشرة درته في هاد الهاشور غادي ندير له ذيك غي غادي نهرمشه ما غاديش نطحنه بززاف هنخلي في هاد القطاع هاكا من بعد ما هرمشته غادي نديره في هاد الاغي سيبيون أو هاد الانية عفوان و غادي نضيف له شوية ديال القرفة و غا نضيفه حد معي القصغي ولا ديال هاد الانوكاد الكراميل فالمهم كتبغيوا تنكهوا بأي نكهة ديروها من بعد غادي ناخد هنا عندي 100 جرام ديال العسل ديال العسل منزلي و را عندي في القناة شحمر را ديراه معاكم إلا بغيتوا تدخلوا لقناة ديالي وتشوفوا طريقة عمل العسل منزلي فكي بقالي ايات قريبا حتي لها ديال العسل مني صوبته في قبل رمضان والله يلا قبل رمضان طيبة العسل ديال شبكي لانا طيبت تقريبا ديال ايام كنت كان طيب هكا بزاف باستمرار مع خدمة الشبكية فبقالي ايات العسل المهم كان نجمعه مزيان داك الكوكاو هي بمئة جرام ديال العسل قوت لكم ومئة وخمسين جرام ديال كوكاو المهم بعد ما جمعته مزيان كي ماشته اخديت هاد البابي كويسون هاد البابي كويسون خليتو مقطعتوش لانا غادي يساعدني بزاف على انني غادي نطلق هاد الحلوة ديالي المهم كي ماشته هاد رخامة بديت بيع هي اللولا كناخد هاد اللاك تم قنحل او كان نبسط في ديك الكوكاو وكي ماشته هاد البابي كويسون غادي يساعدني باش انني غادي نقد هاد الجوانيب كلهم يجوني مقاددين ديك الطوية اللي طويت ملهيه غايز بقى ليدك الجيهة مقاددة وهاد الجيهات الاخرين كان نعود نبقى نحيد ذاك الفقاني او تنقادد باش في نفس الوقت ما نضيعش فيها مني نكون كي ما كتلاحظو كنولينتني وانا تنقادد يعني من نبلو لا تنفيني مزيان يستحسن وهاد الكاغيت هادا او هاد البابي هادا ساعدني صراحة بزاف وكي ما كتشوفو السمك ديالها مادرتاش ما خليتاش يعني غليضة بزاف مهم كتعجبني انا جي هكا فات السمك هادا كتجي يعني راقية ومزيونة في نفس الوقت وما كديش يعني عالية بزاف فالمهم مني قديتها غادي نجيب واحد البلاتو هو اللي غادي نديرو فيها مهم كي ما كنا مني نقدوها كتتساعدنا بزاف انتم ما شوفو دابا غادي نديرو في البلاتو ومن بعد غادي ندوب شوكولات مهم شوكولات كنت دوبتها وبما اننا يعني الحال سخون فكتساعد نتا الشوكولات ما كي يجمدناش دغية يعني كنقدب شوية علي بديك سباتيولا كنحاول ندير طبقة رقيقة ما بغيتاش تجيني غليضة بزاف لالشوكولات مهم غادي نقدم زيان كما كتلاحظون المهم ان حتى الشوكولات ساعدنا لحسب حتى السخون ومن بعد قنص ديك طاوة على سطح العمل باش كتتقدلي ديك الوجه ديك الشوكولات سافي غادي نخليها غيت ما غاديش ندخلها لتلاجة باش مني نكون قطع غاديش تفتتلي غادي نخليها غيت تاخد يعني القوام ديالها تبرد وتشد على ديك الكوكو ومن بعد قاعد غادي نقلبها كما كتلاحظو انا خليت لكم الفيديو باش شوفوها من بعد انتو ما شوفوك تجي ساهلا باش اننا ننقلبوها ونمولي ونردوها مباشرة في داك البلاتو و تنحيت داك البابي كويسون انتو ما شوفو يعني باش البابي كويسون كيساعده ممكن تبلاستيكا اخذت اخرى الشوكولات اللي دوبت مهم ذلك الشوكولات ما ضفت له تشي اضافت شوكولات عادي مازلت له لازي تلاتة حاجة وكنت قدم هذه السباتولة مهم هذا هو اللي غا يكون الوجه ديال الخامة بعد ما سالي ازدحتها كما الاخرى وكنت موجد الشوكولات البيض في البلاستيكا وكنت دير هذه الخطوط كما كتلاحظو كم مشي ونجي وكنعمرن زيان باش يجيني ذاك الشكل الرخامي يكون جميل جدا في الوجه ديال هذه الحلوة ممكن اخذو عود شواء اعفوان او كيردان او طرس الموس ممكن نصوبو به فكما اشتو ذاك الخطوط كان مشي هاكا ونرجع هاكا باش يجيني ذاك الشكل جميل حالها تشكيل سوف نخليها تبرد ثم انا قلت لكم ما ندخلوهش للتلاجة غادي نزل الشكل الاخر هنا اخذت خمسة البكيات شكل الاخرى ما يعادي المهم هي 2110 غ ولكن المهم 100 غ كان نطحنو مزيان في ديك اللي هاشوار المهم هدا تحنتو مزيان ما غاديش نخليهم هرمش و غادي ننخذه مياتين غرام ديال الكوكاو والحمره نيتس اللي منقية القشرة مهم مياتين غرام البيسكويت مياتين غرام ديال الكوكاو كان نطحنو جيدا ما غاديش نخليه هرمش تهوه نضيفه على البيسكويت نضيفه ونضيفه 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 نضيفه 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 العسل 120 جرام نضيفه 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 كوكو نضيفه 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 ونضيفه نضيفه لأسياء العسل ستقري قسمت المزيج على اثنان و سوف يقنقه هنا اخذت الفرامبوز ندخلها في نصف العجين او الخالط اخذ هذا الوين اخذ نصف الآخر سوف ندخلها في نصف البرتقال سوف ندخلها تختلف اخذ نصف البرتقال يتباعه او الحكيكة بخمسة دراهم لدينا مل سوف ندخل المل اخذت نواد كوكو و سوف ندخل المل في القاعدة لكي يضعني شكل في وجه الحليوة كما تلاحظو كما تلاحظو ندخل الوجه سوف ندخل الخالط فرامبوز و نضعه بلايسة الفارغين لكي يأخذوا لي الشكل المل مهم نضغط على الأصبع لكي يأخذوا لي الشكل المل مهم عملية سهلة و في نفس الوقت لم تكتروا من الشوكولات بزاف و نحاولو اننا لا ندخلوش شكلات بزاف مهم ندخل عليها البلاستيكة و ندخلها المجمد لكي يأخذ لي الشكل هنا اخذت السمسم الأبيض او الزنجلة البيض سوف نزين به هذا الشكل او الزنجلة و نستطيع الأشياء بعد أن نضع السمسم الأبيض و نضع المزيج لكي يأخذوا لكي يأخذ البرتقال نفس العملية نضع قطعة و نضغط لكي يأخذوا لي الشكل المل بعد أن نعمر المل سوف نضيف بلاستيكا و نضيف المجمد بعد أن يأخذ برده هنا أخذت الرخامة أو الزليجة بعد أن تماسكت الشوكولة أخذتها لكي نقطعها في الآن я и أخذتكم استعملت اريد أفضل أليس فقط لا تصبق الأشياء أخذت الرخامة لا تصبق الأخداء لا تصبق الأشياء وأخذت شكل مضيف أخذت الأشياء أخرج نقطع قياس بالموس كما لاحظتم هاداك اللي زائد عندي هانا حيتو باش يجوني نفس الحجم ديال هادا الحلوة مهمتها مقاو نقطعهم يعني خديت القياس بالموس وده بك نقطعهم وممكن أن نقطعها أوفال ممكن نقطعها مربعات مهم أنا خديت درت شوية قطعته أوفال ويعني منحارف وشوي قطعته غي مربعات لبهدا غادي نحرفهم عفوا أنا قلت أوفال ولكن هو شكل منحارف كي يجيوا لها تشكيل هاكا ومن بعد انتو ما شوفو كيمتماسك الشوكولة وما كاتفتتش لينا بمني كنا نخليها تبردغي هاكا في الحارة يعني غير في البرودة ديال العادية ما في الغرفة ما كان ديراش في تلاجر باش ما مني كتك صح في تلاجر هاكا تبدأت يعني لما كانتش اللي يعرف في قطع هارت كتبدأت تهرس فهاكا ما كنت تهرس نحتف تفوتها مهم بعد ما قطعت ترخامات دستخديددوك الأشكال اللي يدرتدي الحلوة معاكم كيجيوا على هاتشكيل ها انتو ما شوفوا على هاتشكيل كيجي مزيون فيهم والمادق تيجي مزيون وانتو هوا معا غير البيسكوي والكوكا والحمر وزائد ديك النوك هادي الفرامبواز وتزيين كيبقى اختياري ممكن نديرو اي حاجة مهم انا خديت النوات كوكو خديت الاخر السيمسيم هانتو ما شوفو الشكل اللي كيعطيهم في الوجه ديالو مزيون هاداك الفرامبواز خديت الكاراميل المهم كاراميل عندي منزيليته هو مصوبة كندير فلواسات ديالوغي شوية هم بعد ما كنسلي لهم الكاراميل كاملين غادي ناخد هادا الحبيبات ديال حليوة ديت زين فيهم داك اللوين دهبي او لغجونتي قدرتو فلواسات باشي اعطيهم واحد زين مزيعون متكامل هانتو ما لها تشكل سافيهم بعد الاخراء غادي ندير لها شوكولة البيضاء فلواسات هادا شكل هاكا ممكن تهي نديرو لها شوكولة البيضاء او شوكولة البيضاء اخديت السوداء ودرت لها خطوط فهادا شكل هاكا وهذه هي الحليوة اللي شاركت معاكم كنتمنى انكم دعموني بلايك عفاكم البنات ديروا لي لايك وشتركوا في القناة ديالي ودعموني المهم كنتمنى انكم دعموني فضلا وليس امرا وكيماشتو الحليوات كيجيوا راقيين لا شكلا ولا مداقا وبمكونات اللي هي اقتصادية بزاف وموجودة يعني فكل منزل تقريبا وما كدتتطلب شي مجود او عاناء هادي نقطع معاكم الخامة شوفوا القوام ديالا كيف يجا يعني ولو انني درسها في ذاك السمك كتجيزة مسراحة مزاونة هادي نقطع معاكم بشوفوا التنية كيف معاكم هادي نقطع معاكم بشوفوا التنية كيف معاكم اشتركوا في القناة